ازايكم رمضان كريم تعالا هنتفرج على فج بسرعة في الشارع نشوف ازينا وعشان تفهموا انا شاريها الحاجة منين وبعد كده نتفرج انا جبت ايه يلا بينا بسرعة طيب انا مش عايز اقول لكم بكل شارع دخلت وكان مشغلين اغاني رمضان كنت فرحانة قوي وكان فيه بهجة يعني بصوا بين البهجة او في وشي المهم بقى انا كنت نفسي اسمعكم لانا سمعي بس تفحوا قوم الكيه هنا فمش ينفع حط اغاني رمضان فانت يعني شوف انت بتفرح بايه وتخيالي وانت شايف المنظر ده المنطقة دي اسمها مدينة تمي ده في المنصور عشان فيه ناس في الانستاف تكرونها ان هي العتبة شكل العتبة قوي فانت لو انت من الكاهرة هتنزل العتبة او هتنزلي الخيمية الخيمية بقى اصعارها حلوة قوي هحاول اصور فيديو هناك لما سافر الكاهرة قريب بازن الله دي بقى اشكال زينا كتير واضاءات انا بحب اكتر حاجة الاضاءات في الرمضان بحيس كده ان لما بشوف الشوارع كل واحد معلق اه الاضاءات بتاعته وبفرح اوي بس طبعا الكاهربا بتجي ايه المهم بقى دي زينة رمضان اللي بتاعتها علق في الشارع بحبها قبل كنت او انا صغيرة كنت ببقى افضل علق الزينة في الشارع كده وانا قد نجمع فلوس من الجران زمان طيب انا اوريتكم الفلوك البسيط اللي انا عملته يعني انا بحاول نفرح يعني وكل حاجة هاجبها اه هورها الكتابة انا كنت بوريكم المقص اللي انا كنت كل فيديو بنساه فبوريكم يعني ان انا جبت المقص دي بقى ممكن تسيح فيها شوكولاتة بس اكيد في رمضان مش هسيح فيها شوكولاتة ولا هسيح فيها بسبوسة دي انا هحط فيها زيت معطر بصوا بقى الزيت ده انا جبته من اللي هو المحلات اللي بتبع برفنات بس ده الزيت الخام ده ريحة اليسمين بس انا مش مقتنع حسا ان هو الزيت بتاعه ببقى زيت تاني يعني لو انتوا عارفين نقولولي علشان ما اروحش في دهية المهم بدي بقى دستة شامع كده انا اشتريتها بمشكلة بقى انا كلما ادخل للرجل بتاع شامع اقول له عايزة شامع يجيبلي الشامع اللي هو بالحجرة يا جماعة انا عايزة شامع عادي يا جماعة الشامع بتاع العادي اللي من غير ريحة كمان المهم جبته في الاخر الخمسين بخمسين يعني الواحدة بجنيه حلوة او من غير ريحة كل اللي منتشر كان بريحة فعلا زي بتاع ايكويا كده انا كنت عايزة سادة بس المهم بقى انا جبت المغلاطات بتاع التلاجة ده شبت في الشكلين دول المهم بقى انا جايبها الداستة بكامي الداستة ست كتعة جايبها بعشرة جنيه واللو مغلواني بيباعها باثنشر جنون ونص طبعا في العتبة بتلاقيها بنفس الاسعار او ارخص كمان انا شفتها اونلاين بتلاتين جنيه فانا كنت اشتري بتلاتين جنيه في عنا بس ايه يعني اتعطلت بس انا الحمد لله انا مشتريتهاش عشان انا لقيتها بعشرة جنيه اصلا ده اكتر اكتر شكل عاجبني ده وده وده بقى عاجبني قوي واللي في ايدي واللي هو المدور الاصفر بتاع عمي شكشك ده كلهم عاجبيني طبعا في اشكال كتير قوي بس يعني احنا اخترنا ده بعد كده بقى اشتريت الاداءات اللي هطلعها لكم دي الاداءات دي انا كنت اشاريها السنة اللي فتت بسبعة جنيه ونص بعد كده بسأل الراجل كده بس هو اصلا راجل مغلواني مش عايز اقول كلمة تانية اه بقلب تلاتين جنيه فانا ما اشتريتهش بطبعا في الاخ خلص عادت الف لقيتها باثناشر جنيه ونص والاصفر الغمئ ده بخمستاشر فانا لازم اشتري انا عندي بس انا بحب اشتريهم قوي ويسعرهم كويس بصوا يا جماعة مش لازم اجيب الحاجة غالية قوي عشان نحسل فرحة رمضان يعني انا بوليكم حاجات على قد الايد وحاجات احنا ممكن نشتريها كل حتى لو انت مشي في الشارع كده مش عامل حسابك وعجبك حاجة ممكن تشتريها علشان انا بشوف ناس يعني بيعملوا حاجات غريبة يعني ممكن يشتروا اه كتع الدكور بطرطوميت جنيه فيه ناس بيبقى نفسها في الحاجة دي بس هما ما عهمش ترطوميت جنيه عشان يشتروها فيعني مش لازم يعني الفشخرة على الفوضي يعني ممكن نفرح نفسينا برضو بابسط حاجة يعني ممكن نجيب حاجة غالية ممكن نجيب حاجة رخيصة كده يعني ده بقى الهلال ده بقى بتع رمضان اكتر حاجة مفرحاني في المشتريات دي عاجبني او هو بورسلين والله انا كنت مسكلا خايفة يقع مني عشان انا محبش امسك بورسلين او ازاز بس بصوا عاجبني جدا وحاكمه حلو وفي منه بقى كان بحزة ابيض وفي منه بحزة ازرق بس انا جبت الازرق بقى ايه علشان انا عايز اعتمد اللون الازرق يعني في زينة رمضان وبسه يعني ممكن نشتري حاجات تانية طبعا الفيديوهات الجاية علشان ايه تعرفوا انا هشتري ايه تاني ده الحاجات انا اشتريتها دلوقتي قلت اوليكم يعني اوليكم بسرعة بسرعة علشان ايه اللي عايز يجيب حاجة يجيب وكده فيديو بتاعي خلص ومتنسوش اللايك والاشتراك اواعي تنسو ربنا يهباكو وبصبع ايباوي